اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله المستعان الله يصوب الله يدرشي تولي الخير هذا ما كان ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعائنا وأن يرزقنا الأمن والأمان والاستقرار وأن يسر أمور العباد في بلادنا وكل واحد تنتمنى من الله أنه يحضب كرامته ويحضب بحقوقه وتنتمنى أن كل من يعني بلادنا أنه يرزقها الله الرجال اللي عندهم غير على البلاد وغير على الوطن وبغيروا يخدموا بلادنا ويزيدوا بها القدام يعني ما يقع الآن في المغرب من إضرابات وتتشل حركة دي القطاعات حيوية أمر استضرنا في خاطرنا كثير استضرنا في قلبنا كثير سواء تكلمنى على على التعليم الأساتذة المتعاقدين أو حسب ما تبغيهم ما يسميون نفسهم بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إذن كين الإضرابات اليوم مغدى وكين إضراب ديال الممرضين والممرضات والتقنيين بالمستشفيات المغربية تهوى كل يوم والأمور تنبئ بتصعيد أكثر وأكثر مستقبلا ولا إله إلا الله واللهم ارزقنا الخير كاملا في بلادنا العزيزة مهم كنا نتكلم نحن على الأساتذة المتعاقدين مع المنصق الجهوي لهم على مسوجيات الدار البيضاء أستاذ حاولنا نسلط الضوء على مشاكلهم ولماذا يرفضون التعاقد ولماذا 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 مهم على أين عددهم كبير إحنا نتكلم على ما يقارب تنظن ما يقارب ستين ألف أستاذ متعاقدين في المغرب نتكلم على على عدد كبير من المتعاقدين في المغرب وتنتكلم على أطفالنا وولداتنا اللي تتحرموا من التعليم لجو الوسط جو ما بين الدولة وما بين الأساتذة المتعاقدين شكون الضحية هو أولادنا هو أولادنا هذاك يطالب وفيما يطالب يقول أنه حق والوزارة فيما تقول تقول أنه الحق وما بين هذا وذاك كنت الميد كنت ولدنا كنت ولد الشعب اللي تقرأ في المدرسة العمومية هو اللي ضيع هو اللي ضيع بيناتكم بجوج هو اللي ضيع شكو اللي عنده الحق فيكم المهم هو الولد اللي ضيع حق الولد الآن في التمدرس هو اللي ضيع حق الولد في التمدرس حق الشعب المغربي في التمدرس الآن هو اللي يضيع ولداتنا ولاد الشهب ولاد الفقراء ولاد البوساطاء ولاد الجبال والمداشر القروية ومن اللي يضيعين ومن اللي ما تقروش ومن اللي ما تقروش هو اللي ممكن غده ولا بعد غده يسالي العام وتكون متابة سنة ضيضاء ما فيها التاشي حاجة اقرأ يومين تلتيام سمانة ويريح تلتيام كن اضراب اقرأ سمانة ويريح يومين كن اضراب اقرأ شهر ويريح 15 يوم كن اضراب اقرأ شهرين ويريح سمانة كن اضراب والدنوز العام قارفها شهر ولا شهرين والباقي اضرابات من الضحية بينكما من الضحية بين الأستاذ المتعاقد وما بين الوزارة من الضحية التلميذ ولد الشعب هو الضحية الآن حسة وحدة لداسلك في مشوارك الدراسي تقدر ما تعوضاش طول حياتك حسة وحدة حسة وحدة وحضورك في القسم والانصاط للمعلم تقدر هذه الحسة ما تعوضش لك طول حياتك طول حياتك أنا بقي تنعقل مليك التنقرة في سيز يماني بقي تنعقل عليهم زيها أنه وقع طارق وما دخلش الحسة للفلسفة وكان كان الموضوع حول 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 الحقيقة تنظن مع قلش مهم على أين ملي تنقول لكم سيز يماني رأتنك نتكلم على عقود خلت مهم على أين كانت هذه الحسة ربما حول الحقيقة تنظن مهم على أين حسة فيها جسوع ما وقع طارق وظروف وما حضرتش لها تخيلوا معايا تابعات ذيك الحسة اللي ما حضرتش لها بقى تعيش معايا في الفلسفة كاملة لمدة السنة كاملة الحمد لله نجحت أنا ذيك سعب سيز يماني ماشي سقط ولكن تابعات ديلا هذيك الحسة ديلا الفلسفة ديلا الجسوع اللي ما حضرش لها بقى تابعاني في الفلسفة السنة كاملة دائما ملي تيلا أستاذ تنحضر ولي تنحضر للحسة دياله تنصنط لي في الشرح دياله ولكن هو ملي تيهضرت يجبتش حاجة قالها في الحسة السابقة مثلا الحقيقة ما تعاودش دي طي فيها لأنه على أساس أنه داري هجو السوع فملي تي تكلم عنها تي تكلم عنها على أساس أنه كوش التلاميذ عارفة أنا ما عارفش لأنني ما حضرش فبقى دائما ديري لي مشكل فاضطريت أنني نرجع لذيك الموضوع ديال الحقيقة ونعود نقرأ بتفصيل المصفيد هو أحد الصادق قلت لي انتك حضرتي الحسة عافك شرح لي شنو قال لكم الأساس اللي بقيت عقل بلد باش نستوعب هذا الدرس يبقى نستوعب طول السنة فكيفاش بولداتنا اللي تفقدوا ماشي السواء حصص يومية يومين ثلث أيام أربع أيام خمس أيام عشر أيام إلى آخر كيفاش كيفاش رحي الصلاة داعت رايقدر ميرجعاش لك الزمن راجل سمها أستاذ في القسم رايقدر ما تتعودش لك أبدا أبدا إذن أنا لا ألوم الأساتذة ولا ألوم الوزارة أنا ألومكم ألومكم معا بجوج تلومك السيد الوزير وتلومك الأستاذ المتعاقي بغض النظر على اللي عنده الحق تلومكم لأن بينكم الآن ضحية لو أن ما كانش الضحية هو التلميذ كن واحد يدافع لاحقه وكن واحد يدافع على مطلبه في إطار القانون بطبيعة الحال ولكن من اللي تولي عندكم ضحية انتهى الكلام الضحية الآن هو التلميذ الضحية الآن هو الشعب الضحية الآن هو ذك تلميذ الفقير البسط اللي تقرأ في مدرسة الدولة. اللي ما قاش يمشي البريفي. لانه وضح هي بينكم. ولحدود الساعة انتم ما ملقيتوش من الماميني دوز. ولحدود الساعة. لحدود الساعة. باقي ما ملقيتوش الحل. ولحدود الساعة كنوا حد تجرل عندو. ولحدود الساعة بيناتكم اللي تتجروا وذلك التلميذ غضي تقطع بيناتكم. اي تقطع. ما ذنب هاد الوليدات. ما يقروش. ما ذنب هاد ما دنبوه مضيلي حصة جوج ثلاثة ربعة عشرة خمستاشر حصة تضيعلي في حياته. ما دنبوه. ما دنبوه. اش غالدي تديروا معاه في حالة ميلة. واش عادي جدا ان تلميذ. مثلا في قسم التحضيري. ان تلميذ في الابتداء الاول. ما قراش في العام مثلا شهرين ولا ولا شهر ولا شهر ونصب الاضرابات. وتنجحوه. اش هاد ديروا لي واش هاد نجحوه? وش عاود العام. اليا عاود العام? ضاع عام في حياته. في حياته اه? عام في حياته ضاع. الى نشجحوه. نشحتوه بمونزين. نشحتوه ناقص شهر من التعليم. ناقص شهرين من التعليم. ناقص شهر ونصب من التعليم لأنا كنا فيها الاضرابات. ايا لذن نسجحتوه. اذا لن نشحتوه مشكلة إلا سقطوا مشكلة عود عام مشكلة. شنو يديروا لي دورات استدراكية شنو غادي تديروا أعطونا الحلول الآن الحرب قائمة بيناتكم فلتدهم ما شاءت. ولكن ما تديروش فيها ضحايا. توم اللي مضاربين توم اللي مضاربين مضارب الأساد مضار مع الدولة الأساد مضار مع الوزير. علاش ولدي ضحية بيناتكم. علاش ما تديروش ولدي ضحية بيناتكم. ما تديروش ما بغيتش ولدي يكون ضحية بيناتكم. هكذا يقولها لكم الشعب. ما بغيش ولدي يكون ضحية بناتكم. دافعوا على حقوقكم. كن واحد يدافع على جهته وعلى مطلبه. الا استاذ متعاقد احنا ماشي ضده. يدافع على حقه. والوزارة احنا ماشي ضدها. انها تكرس القانون. في اطار احترام الكرامات للاشخاص. نتفق. ولكن علش ولدي تديروا بناتكم ضحية? علش ولدي تقطعوا فيه? علش ولدي ضيعوا لي حياته? علش? علش? وش مكينش شيء آليا انكم طالبوا بحقكم? وديروا سياسة الشد والأخذ? وجر لحبل بناتكم? وفقوا وضعوا لي حق ولدي. انت الاستاذ تدافع على حقك الله يعاونك. ووزارة تدافع على حقها الله يعاونها. وحق ولدي اللي ما تقراش بالاضراب. من يدافع عنه? او ليس التعليم حق من الحقوق الدستورية التي لا نقاش فيها. انا الان ولدي اليوم اغدى مقارش. من احاسب? من احاسب? انا ولدي فلاذة كبدي. ولدي. ولدي اللي تنخرج نضرب عليه تمارا. انا ولدي اللي تنخرج مع الخمسة الصباح. تمشي تنقلب لي على طرف الخبز. ونشر لي السيل وورقة باش يمشي يقرأ. علش يكونوا والضحية بيناتكم. علش يكونوا والحيط القصير اللي تتنقز. علش ما عندي ايش باش نقرر والدي انا في البريفي. اما كون عندي باش نقرر في البريفي ما 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 نسوقش لك لانت لا 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 للوزارة. تعاقدوا لغير تعاقد الاكاديمي ما هو اكاديمي ما هو او بيناتكم. كون عندي انا الفلوس باش نقرر والدي. ولكن انا تنبيع النعناع. ما عنديش. ما عنديش ما نقرر ولي تفئي كل بمئتين درام الشار ما عنديش تلتمية درام ما عنديش أنا تنبيع نانا عن خراز لصورته تتاكل الأفواه الجائعة لا أقل ولا أكثر فعلاش تزيد معاناتك فقير وضعيف أنكم تطعنوني في فلدة كبدي ديروا ضحية بناتكم علاش ما تلقوش آليات للإحتجاج وهي تحتاجوا ديروا آليات للإحتجاج هنا أقولها للأساتذة المتعاقدين علاش ما تكونش آليات أخرى للاحتجاج المطالبة بما ترونه حقكم علاش علاش ما يكونش الاحتجاج السبت الحد مثلا نخليه الأيام دراسية وأيام تحصيل دراسة في معمن نخليها مقدسة لأن التعليم أصلا مقدس نفديننا الحليف اقرأ اقرأ أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ وربي أقسم بالقلم والقلم نون والقلم وما يصطرون الله أقسم بالقلم وأول ما نزل على رسول الله اقرأ التعليم مقدس سيد الوزير التعليم مقدس سيد الأساد التعليم مقدس وهذه القدسية يجب أن تحفظ حرمتها وبه وجب الإخبار ممرضين الممرضات التقنيين للصحة تون ما ديرين إضراب لهم تون ما ديرين إضراب لهم لا المسعان لا المسعان ضحية هذا الشي كامل هو المواطن الفقير هو المواطن البصير عنده فلوس ما مصواق دير إضراب لهم لا تديروش عنده دفتر الشي كاتي يمشي الدواء في أحسن كلينيك عنده دفتر الشي كاتي يمشي قرر ولده وبنته في أحسن مدارس نحن ولد الشعب لمضرورين نحن ولد الشعب يتناكلوا في العصا احترمونا احترموا المغاربة بوسطاء المغرب احترموهم ربما لي كانت الحرب ضد المساعمة مرة كانوا في الصفوف الأولى في الصفوف الأولى اللي تيبيها النعناع خلق الروسة دي النعناع وهز البندوقية وكان في الصف الأول يتلقى الرصاص من أجل وطنه واليخدام في دار الدباغ خلى دار الدباغ وهز البندوقية وكان في الصف الأول ليتلقى الرصاص من أجل وطنه والخراز والقراب دي الماء والفلاح البساط كل شي خلى أرضه كل شي خلى محاله كل شي خلى تجارته وهز البندوقية وكان في الصفوف الأولى من أجل ماذا؟ من أجل أن يتلقى الرصاص أجل وطنه الآن يعذب في وطنه بعد الفاصل نواصل إن شاء الله نعود ونواصل معكم برلمان أشام مباشرة على الشداء نجذد الترحب بكل من تتابعنا ونرحب بكل من التحق بنا لحظة هو تحية كبيرة لمغاربة المقيمين بالخارج لتسمعونينا على الطروة مرحبا بالجميع إذن هذا مكان لا يصوب تنتمينا الرسالة وصل لا يصوب غير هو العنوان الأبرز فيما نعيشه الضحية هو المواطن المغربي البسيط الفقير المتواضع والضحية لا في الإضرابات دي للتعليم لا في الإضرابات دي للتطبيب الضحية هو ذلك المواطن البسيط البسيط لأنه مغلوب على أمره أصلا أصلا هو مغلوب على أمره أصلا لم يكنوا إضرابات لم يكنوا ولو وأصلا مغلوب على أمره فتيزيد هذا الشيء يعدعي يغلبوا أكثر الله المساعد واخ كنا كنتنا تكلم مع أصدقاء تكلموا حالات السياسة العمومية وتدبير شأ المحلي وهذا الأمور وكان واحد رأي سديد ورائع جدا كلناس جبلنا مما جبدنا وتكلمنا عليه هو لون بوتياج في مدينة الدارة بيضارة الاكتظار اللي كان في الطرقات والخنقة اللي كان في مدينة الدارة البيضارة لا تحتمل لا تحتمل كثير الناس كثير الطنوبيلات مسالك الطرقية هي العكس مع التراموية شي شوارع تسدو تزادت الخنقاء ستاسيون مما كينش بزاف دير الأمور اللي تتخنق حركة السير والجوالان في مدينة الدارة بيضارة لدرجة أنه ولت أنسي بوغدابا ولت حركة السير والجوالان في مدينة الدارة بيضارة عبر ناقلة غير محتمل لا يحتمل لا يحتمل لا يحتمل وتعصب وتمرد وتقلق وتدير مشدات وتدخل عباد الله في صراعات إلى آخر إلى آخر كل شي عار في اللي تسعمل طرق في مدينة الدارة بيضار را كل شي عار تناظروا على الحلول أنا قلت من بي الحلول كثير من اللي تنال غادي كونو حال القناطر واحد سيدوي تبارك الله على باله خبرة خبرة في المجال العمل خبرة في كذلك تنقلاته في الوطن خارج الوطن إلى آخر أقول لك كين حل بسيط تنال ماشي حل تنال مع مرور غادي فوق لنا المشكلة للاكتظار للاسير كلاسون في كازا لأنه غادي رادي تنال غادي تتحل على شحال مئة مترو مئة وخمسين مترو أتعاود تخرج للطريق اللي هي مستعملة من طرف الجامع بحل مثلا دي الروداني بحل واش فهمتي ولكن غادي فك غادي فك بواحد نسبة ضاعيفة جدا ما شيدك الشي اللي تنأملو تنترقبو فقل لك إن حل بسيط الحل قالوا لي قلت نشاطرهم على المستمعي الكرام نشاطرهم على المسؤولين اللي كانوا تسمعون لي ندابه في برلمان الشعب هو أنه مقرات المؤسسات الكبيرة العملاقة تحييذ من كازا من الصون ترفي فكرت فيها يا زوينة سهلة بسيطة وزوينة ويمشيوا المقرات وتحطوه في مناطق اللي بحل بوسكورة بحل سيدي حجاج بحل بوسكورة بحل نواصر بحل سيدي حجاج هنا في إقليم مديونة كين أراضي شاسعة كبيرة خاوية ومبعيداش على مدينة الدار البيضاء يدلوا في هذه المقرات الكبيرة ديال البونوك المقرات الكبيرة ديال المؤسسات الدولة المقرات حي تتلقى بعض المؤسسات الدولة بحل تتلقى عمالة شادة لك الهيكتارات ماشي الميترات سيبغي تتلقى العمالة مشادة دواحد جوج ديال الهيكتار مثلا لثلاثة ديال الهيكتار وهذك العمالة لو أنها تحيدات ومشادة تحطها في بلاسة أخرى ممكن هذه البلاسة اللي كانت فيها العمالة نستفدو منها مزيلا لاقتصاديا مجتمعيا ولا حتى طرقيا ممكن نديرو فيها طريق ممكن نديرو فيها نخرجوا منها واحد المادار طرقي صغير ممكن نديرو فيها قنطرة ممكن نديرو فيها بزاف ديال الأمور اللي تفك لنا المشكل ممكن 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 تكون غير باركينج ديالستاسيون كبير ممكن ويقول ليه مدخول الجماعة ممكن كنا عدنا مثلا عدنا العمالة ديال ديالسي ديالتمن تبارك الله رتيك الداشرة تقريبا رشاد ديالنص ديالشاريعة كبير العمالة ديالسي ديالتمن كنا العمالة ديالعين السبعة كبيرة كنا العمالة ديالحساني كبيرة بالجردة بنخلب دك الشيء بالمقر العمالة بعدها كبيرة بحل ده بالعملات اللي للمواطن المغربي ماشي هي ديك المؤسسة العمومية اللي هو صباحا مساءا هو فيها ومرتابط بها يوميا ما مرتابطش بها يوميا في حين شد لنا الهكتارات احنا نعلم السيد العامل واحترام الشخص وكل مقر دياله ديال المكتب دياله يكون يعني نوعا مفاخ موادا ويليقوا بمقامه صحيح نتفق ولكن ماشي بالضرورة 3 هكتار ولا جوج هكتار ماشي بالضرورة كعمل لعنى في اخر المطاف عملة شنا هي مكاتب واقسام لتدبير شعل العباد واش بالضرورة تكون جردة بنخل مارتباش وهي كبيرة واش ضروري لعنى في اخر المطاف هي مكاتب للعمل في اخر المطاف مكاتب العمل مرتبطة بساعات العمل غادي يجي العامل ولا يجي الموظفين عدمت من يد السويح ولا غادي يخدموا وغادي يمشي في حالاته وغادي تسد ديك العامل أبدك له يكتارات كاملين غادي تسد ما يبقى يدخل لي هاته شي واحد في اطار العزمة والخنقة اللي كنا في مدينة الدار البيضاء كين مقرات رئيسي دي الأبناك اللي تقول ما شد لك واحد المساحة يا الله مقر كبير لي ما تستعملوش المواطن ليزا جونس اوكي مقر كبير رئيسي مقر كبير رئيسي غالبا تترتين ملفات كبار خاصة بالموظفين واداوشي ملفات كبار في اطار التعاقد مع الزبنائية علاش من ديراش مثلا في النواسر مقر كبير ديال البنك الشعبي مقر كبير ديال المقر الكبير ديال أي بنكة مقر كبير مثلا ننظرش على الليزا جونس اللي شاد ديالينا مساحة كبيرة ستتلقى الشادة خمسمائة ستمائة سبعمائة 8000 متر 2000 متر 3000 متر يتحطوها النواسر قريب ما بعيدش ابو سكورة قريبا ما بعداش سيدي حجاج قريب ما بعيدش فبنت لي حل زوان حل دكي وحل سهل وبسيط سهل وبسيط وغادي نفكو في ازمة تنقل في كازب بشكل كبير وخاصة في السونترفيل لأن السونترفيل لا لحتو كله أو أغلبه مقرات عمل أغلبه بروات السونترفيل فيه الولاية فيه العمالة فيه مجلس الدار البيضاء فيه 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 أغلبه وعير المجلس ديال الدار البيضاء شو قداش شو جماعة مجلس جماعة الدار البيضاء شو قداش حدال الولاية شو قداش حدال المحكمة شو قداش شوفوا هير هذه البلاسة اللي يدار فيها المسرح شوفوا هير هذه المسرح هالجر دا اللي حولوا لي النفورة وشوفوا المقرات دي المؤسسات العمومية كين الولاية وكل محكمة وكل جماعة وقدرت ضاربة منها لفينيات شو عير هاد هاد الربعة محكمة وولاية جماعة لفينيات شو عير هادو بربعة شو المسافة اللي شادين كداش كميرة يدار فيها بزاف دي الأمور هادي يدار فيها باركين، يدار فيها محور طرق أخر، يدار فيها بزيف دي الأمور، يدار فيها قنطرة، يدار فيها بزيف دي الأمور ماذا يدار من طرف أربعات المؤسسات؟ لي ممكن هذه المؤسسات أنهم يمشوا ونحطوهم في شيء بلاسة قريبة، وندوزلهم لأكسي ديال الطريق، وندوزلهم لهم الضوء إلى آخر وهادو نبيعوهم، ولا نشوفوا ما ندلوهم، ولا نريبوهم، ولا ولو المحاكم كذلك، المحاكم تكون كبار، وتكون هم جوا في السوندرفيل تقريباً، مقراب، المحكمة الابتدائية اللي إحدى العمل في عيسبه، المحكمة الإسئناف اللي كنا نحدى كومرام المحكمة اللي كنا في إحدى الولاية، المحكمة اللي كنا في الحياة الحسانية إلى آخر، كل شيء في السوندرفيل، زيان تنظروا على ذاك القرب تنظروا على القرب، ولكن الآن إحنا رات نعيش أزمة خانقة في مدينة الدار البيضاء أزمة خانقة حتى أن الخروج منها استعصى أزمة السير والجوالان وسط سيونمو رولا الخروج منها الآن صعب جداً، صعب جداً 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 وهات شيراتي دير مآسي، وشيراتي دير مشاكل، وشيراتي دير استضامات تنظن، هذا من بين الاقتراحات اللي عجبتني قلت نشاطرها معاكم معرت نشاطرها وصافي، اللي بغي يأخذها، اللي بغي يفكر فيها، اللي مبغاش المقرات دي المؤسسات العملاقة الكبيرة، سواء كانت قضائية، سواء كانت إدارية، سواء كانت بنكية تجارية كما بغى تكون المقرات الكبيرة اللي شد لنا 300 متر، 400 متر، 500 متر، هيكتار، جوج، 3 بما فيهم العمالات والولايات القاو، القاو ليوم حل، خرجوهم السونترفيل، بعدوهم شوية على السونترفيل، لأن داب السونترفيل، اشنا هو؟ أغلب مكاتب، أغلب مكاتب، أغلب مكاتب، ما شي ساكينة، أغلب مكاتب، فشي اللي تدير الخنقاء، واللي تدير ومشكلة في ستاسيون مو، كل شي عنده الطنوبيل، كل شي جاي للخدمة، غادي حط طنوبيل، موين؟ هذا الشي اللي يدير المشاكل، لأنه لأنه لماذا؟ لأن هذا الشي عنده تأثير نفسي وتزيد في الضغط وفي الاحتقان هذا أنا مثلا أنا خارج مشيت بغى نقضي خرج غادي نقضي مصلاحة في إدارة معينة في السونترفيل، مشيت باش نوصل لها درت ساعة اللاروب مشيت ووصلت قضية الغارات، غادي رجع المقر للعمل ديالي، نقدر ندير ساعة ونص نقدر ندير جو السويع، نقدر نديرها نقدر هالتأخر ديالي في الدخول إلى العمل يترتف بمشاكل مع الإدارة، تقدر الإدارة تتردني، تقدر بزاف ديال الأمور نهيك على الأعصاب، نهيك الإنسان تستعمل طريق تدخل دارهم على الصبب، هات الشي تدير مشاكل الشماعية على مساوى الأسرة، نهيك على الصداع في الطريق، هدا ديزولول، هدم دوبلي مننا، عيرنين، عيرك، سبنين، سبك، هاد الأعصاب، خروش، دارب، نوليف كوميساريات، نوليف محاكمة قضائية، نوليف الحبس، وهاتشي وقع، هاتشي وقع، الناس داربوا على السطوب، الناس داربوا على الأسبقية، تضربوا الجرم شاول عن نيابة العامة، هبطوا الواحد فيهم مشال الحبس، واحد مشال الحبس، هوا على طريق، على أزمة، خنقت سير، استخدت واحد في الحبس، ضعت أسرته، ضع أولاده، ضع مستقباله، ضع كل شي، مشاكل شي، إذا نفكروا في الحلول، نفكروا في الحلول، لكانوا ليسو تغاولتنا الحل نديروهم، إلا كان القناة الحل نديروهم، إلا كان أننا نحيدوا بعض المقرات دي المؤسسات، كبيرة لديل الدولة، لديل الخواص، ونحن نديروها مشي بعيد، نديروها نسيدي حجاج، لا كنا الأرض، نديرو البسكورة كنا الأرض، نديرو بن سليمان كنا الأرض، نديرو النواصر كنا الأرض، ماشي بعيد، كنا الأرض، نديرو محاور طرقية، ونفكوا شوية، مهم، خلصنا القلب على حل، باش نفكوا أزمة السير اللي كان في مدينة الضربيضة، هي خانقة جدا، تشكوا منها، ولا بغيتي تعرف ما معنى تأثير ديالأزمة السير سوى الملطاكسي، سوى الملطاكسي، وتعرف الخنقة ديالسير في مدينة الضربيضة، أشنودها، مهمة الاقتراح اللي هتراحة السيد عجبني، وحبته، وبغيت نشاطره معاكم، أنا كان ما أعرف في الأعجاب وتدارس وتلقى الحلول جميل جدا، جميل جدا، خاصة ديك المؤسسات اللي لا تستعمل من طرف الشعب ديما، 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 المغاربة ماشي يوميا في الولاية، مغاربة ماشي يوميا في المجلس الجماعي، مغاربة ماشي يوميا في بعض في ذاك الاسياج الكبير ديالبعض البونوك، ماشي يوميا، هذا ماشي مشكل، يبعدوا شوية، وكل خط سيكاكي، وكل خط دياللوتوروت، وكل يعني كين باش الناس يمشيوا ويوصلوا لتحقوا بمقرات العمل ديالهم، والعملات أتمنى إعادة النظر في العملات اللي تتشد لهكتارات، أتمنى النظر دار دار بناية محترمة بجاج بالنقش، مغاربة ماشي، ولكن بناية محترمة ما ماشي مشكل، أما تلقى تلقى عمالة بحل ديالعين سبعة، وتبارك الله، عارتي كداش، كبيرة وبالجرضة وبهذا، ودالة ديالسي ديعتمان، عارتي كداش، تدخل مع الباب وتمشي في الجرداء، وأنت غادي مع الشجر، وهذا باش توصل المقر ديالعمالة، والحين الحساني كدير كبيرة بالزهف، في الحين ممكن ديروا بناية من الكاتر ياميطاج ولا سينك ياميطاج، زوينة بالجاج بالمسعد بهذا، وتخيل غادي تشد لي مئتين مترو لتلتمائة مترو، تخيل تقدر تشد لي مثلا تلتمائة مترو عمارة نديرها عمالة، عمالة، فيها عمارة، بلاسونسور، وتشد لي واحد تلتمائة اربعمائة مترو، والبيروات إلى آخر، ويطاج على قد نخليه للسيد العامل بكل مقويماته، وزوينه نقي وذك الشي، ونخليه لي بكل مقويماته، وشوفش حال ديالس باس غادي يربحه في ديك الجرداء وذك الشي الآخر، ممكن، ممكن، وحنا عدنا أزمة وعاء عقاري في مدينة الضار بيضاء، وعاء العقاري، ومشتت، مشتت ما بين العملات، مقرات العملات، مقرات الولايات، وبعض المحاكيم، وا 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 يلا الله يصاب كاختراح، هو واحد الحل واعر، بغيت نشاطره معاكم، ولكن مشي مع المواطنين، تم مع المواطنين، من خلال الجمعيات المجتمع المدني، وتنتمنى المسؤولين كذلك، ديال الصحة ووزير الصحة، تنتمنى المسؤولين دي الوزارة الصحية يكونوا تسمعوا لي ويطرحوا المقترح رائع ورائع ورائع جدا شنو هذا المقترح هذا؟ هو دائما عندنا مشاكل في المستوصفات المحلية دي الجماعات من اللي تتلقى المستوصف لمركز صحي تتلقى تنمشي ونحن مشينا الجماعات درنا في دواوير إلى آخره تتلقى المشكل في المستوصف هو شكون هو الإطار الطبي هو هذا الممرض ولا الممرضة ولا الموليد ولا الموليد عفوا من اللي تتمشي أشنو تتلقى هاي القاعة مبنية هالمركز ولا المستوصف مبني من الطراز الرافع هدوة ها كل شي ولي كيش كل اللي غاد يخدم را ما لقينا ش اللي غاد يخدم ووزارة الصحية ولا المندوب جاوي قال لنا ولا الإقليم يقال لك صبروا بينما شفنا اللي غاد يخدموا هذا احنا تنعرفوا هذه الإكرار هذه العمل تنعرفوه والتوضيف السيد العامل نوردين عبو نوردين عبو هو العامل ديالبرشيد وكان عامل ديال الفقية بن صالح كان عامل بالفقية بن صالح دار واحد المبادرة رائعة جدا وناجعة وناجحة جدا في إقليم الفقية بن صالح في الجماعة من الجماعات اللي اعطات الأكل دياله وعطات التمار دياله لقى الحل ساهم في إيجاد الحل وهذا هو المسؤول هو الذي يساهم في إيجاد الحل المسؤول را لا يحق له قطعا أنه يشوف المشكلة وبقى يتفرج فيه قطعا إلى أي مسؤول تحت عنده مشكلة وما قادش يحلو يقدم السيقالة يمشيف حالاته وقالها المالك المالك في خطاب يقول اللي قاد على المسؤولية مرحبا واللي ما قادش على المسؤولية يعطي استقالة دياله وكي اللي بغي يخدم البلاد إيدا المسؤول كيف ما بغي يكون كيف ما بغي يكون إنكت يا أخويا غد يجيلك مشكل في قطع ديالك ولي براكروازو قد تفرج فيها عطي استقالتك وسير الله يعرضك السلامة خلي اللي يخدم ما تضيعش لنا الوقت لأننا تضيع الوقت للبلاد كلها إيدا من اللي يكون عندك مشكل القرب قلب على الحل وتقاتل وتشاور وقلب على الحل المهم هو أنك أنت مسؤول لإيجاد الحل أتشعر لكي أنت تكون مسؤول وتتخلص إذن سيد العامل نوردين وعبهم من اللي كان في الفقية بن صالح ده بواف برشيد من اللي كان في الفقية بن صالح ده المبادرة طيبة ورائعة جدا تصفقوا لي الناس الآن وبقى تابعه الآن أجدال كين واحد المستوصف هذك المستوصف خاص اللي يقوم به هو مبني هو مبني مقاد ولكن يكون مجرد أطلال مجرد الحيوط مبنية والعبرة في الخدمة العبرة في الشغال ما شيف الحيوط يتبنى الحيوط سهل يتبنى الحيوط والله العظيم الحيوط سهل يتبنى را القنت را سهلة تبنى را مستوصف شالي تبنى را محكمة سهلة تبنى را كوميسرية سهلة تبنى را حيوط را السيمة والرملة را سهلة ولكن العبرة فاش في الاششغال في العمل في المرضودية شكلها يديروا ديك العطار اللي غاد يخدم في ديك المؤسسة العمومية فالعامل نوردين وعبو هوا المستوصف ما غاد يش يخدم لانه ما كينش لا ممرض لا ممرضة لا قاب لا لا ما كان ديروا ليه بخد يفكر وزارة الصحة تقول لك كين مشكل ديال لي فيكتف ايوه كين مشكل ديال لي فيكتف اجل نخليوا هذك المستوصف ونخليوا العباد الله تتعاني وتتنقل 40-50 كم باش دوا او واحد بغيها جلبة خلصوا يمشي لها السوق السبت خلصوا يقطع لها 30 كم 20 كم على جلبة جلبة واحد خلصوا الدول حمر خلصوا يقطع لها 30 كم سيد العامل قلك ما يمكنش ما يمكنش نخلي الناس على جلبة يقطع 30 كم 40 كم ما يمكنش اجدال دير تفويد لتسيير المستوصف للمجتمع المدني رائعة جدا جابوا الناس جابوا ممرضة ممرض واللي اتولاد والقابلة وناس مكونين ديبلومي كله مريح كلهش ديبلومو مريح ودير واحد نوع ديل التعاقل مع الجمعية لغادي تسير والفلوس ستخرج من عند الجماعة والجماعة وافقت الرئيس وافق والمجلس الجماعي وافق لأن خدمة عمومية وتطبيبية فكانت رائعة جدا جدا وخدم المستوصف المستوصف خدم الناس يتلقوا فيها الإسعافات الأولية الإلاجات الأولية البسيطة مش عملية جراحية ودكشيتي مشي وليها يقلبوا في المستشفى ولكن على عين ما بقاش للإنسان باش يجلب خلصه يقطع 30 كم للسوق السبت ولا الفقية بنصالح ما بقاش للإنسان إلا عنده جرحة وخلصه عيري يطهرها ببيطادين ولا شي حاجة خلص يمشي لها السوق السبت 30 كم 20 كم ومضار مع طرنسبور إلى آخره جميل جميل أعطت السيار الجمعية للجماعة والتي في الميزانية ديالها تتبرمج هذه الميزانية ديال ديال المستوصف فيه الصالير الخلاص ديال الممرضة وفيه الخلاص ديال العساس وهذا اللي يحضي وفيه يعني جماعة تكلفت بالأطور عنها تخلصهم ولا تتدليهم أحد الميزانية في العام شعالة خمسات المليون سسات المليون شعال في العام قاعد قريبا ولا تتبرمج تتمشي لديك الجمعية جمعية مكلفة بتسير وبطبيعة حالة تتحاسب عبر التقرير المالي والأدابي ديالها كل سنة ومقابل المستوصف خدام والناس يستافدوا وبيخع حلون رائع خلينا الوزارة الوزارة بقى على عاتقها التكوين بقى على عاتقها هذك التكوين وإعادة التكوين هذا سافي هذك الأطور اللي كنتمها بقى على عاتقها أنها تراقبوا مع المستوى التطبيبي التقني وزارة الصحة سافي بقى تخصى تراقب هذك الفرملية وتراقب ذاك الفرملية وتراقب ذاك ذاك المو اللي ده وده هي تراقبها على مسوى التطبيب على مسوى العلاجات على مسوى الخدمة على مساوى المردودية على مساوى الانضباط مع المعايير دي التطبيب الى اخير وحل مشكيل كبير كان كبير كان ناس يغوتوا عليه حل مشكيل نردين وعبوا العامل اللي كان في القايا بن صالح دابا في برشيد وكينا نفس تجريبة كينا فتازة بشي جامعة فتازة ونفس تجريبة تخول للمجتمع المدني والميزانية دي الخلاص دي كل اوتور تتخرج من الجامعة تتبرمج وتتخرج كل سنة بحل تتخرج دعم الجمعية هذيك الجمعية تتخرج لها الدعم وكلفة بتسير المستوصف والله لحل رائع وممكن ينفعنا بزاف المستوصفات المتعددة اللي هي بالعالى في المغرب خاصة في الجماعات القاروية في انتظار عندنا ننقع وحنا ننسينا وزارة الصحة تروي كريتي والدخل عباد الله والوظيفة العمومية والمشاكل وحنا نعيش في المشاكل الوظيفة العمومية والتعاقدة جماعات والتي تخصص لها الميزانية الجمعية تتسير والحل رغادي والأمور رغادة جميل أنا عجبني هذا الحل جميل وتنتمنى أنه وما دام أنه رامردو تلكنا على أرض الواقع الآن نتعيش تحسد على أرض الواقع جميل جدا الله يوفق يمشي على هذا المنوال كل من يرى بأنه ممكن يدير هذا الحل في المنطقة عنده والله يوفق الجمعية يلا هذو جوجيا الحلول يتكلمنا عليها تنتمنى أنها تلقى آدان صغية وتدرس بطبيعة الحال ولكن فيها شي عيوب تدرس ديك العيوب باش تخرج للواقع والمشي واللي ما قادش يلقى الحل المشكلة عنده يقدم السيقة لا يمشي في حالاته أخير ليه ما يعطناش وما يعطرش البلاد بعد الفاصل إن شاء الله نعود ونواصل معكم برلمان الشعب مباشرة على شداء ونجذة الترحاب بكل مسماعينا الكرام وبمن يسمع لنا عبر موقعنا الرسمي تحية كبيرة فقد أقول بأنه كل حلقات ديالبرنامج برلمان الشعب تنبرتجوها لشان غضيوا شداء فام باليوتيوب وكذلك راتان تفعلوا مع الناس في صفحتنا ديالبرلمان الشعب في الفيسبوك فيسبوك برلمان الشعب تيغي أوفيسيال والله يوفق الجميع ولغودي فيزون ديالبرنامج رات تتكون مع الجوج يالليل دائما تتعاود البرنامج مع الجوج يالليل في حالة ما لشي واحد ما حرفوش لحد ويسمع لي في هذا التوقيت يلا ناخد أشرف من مدينة أقدير على صفر خمسة اتنين وعشرين ستواتلاتين سفر خمسة ستواتلاتين أشرف مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الله يبرك فيك يا رب أمين يا رب الله ينور لك عيني أمين أمين واحد لقد جاء خيري اللي ينظر معك عميه على الساب الشوفر جاء الترانس بورا نعم نعم أنا إلا إلا الله راكي كي غمرو كي زون داري يجيبون بسلام ويجيبون بسلام ويجيبون بسلام ويجيبون بسلام طايع نعم شحال ألفين درهم ياك من آلف وتمنية لكن إلا قدعش في معك المعكل أ Slo 280 لكن عندما أedom los 300 في منذ يجرت جاء الكحرفة nickel النعتقل أتحدث علىلك خصت أحسس الأطريق aw�� yeah الهي لا لا نعم لا 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 إلا الله هدرته على الشوفر ديال تاكسيات فعلا تفق معك هدرته على أي دومين لكن هذا ديال ترانس بورد ديالي إزهالي في كل تذير لكي خطره بحياتهم نعم نعم رك عفت لأسجلي الدرس وتديمه بسلامه وتجيبهون بسلامه ولكن ده ما تكوناش مرتاح مسئولية كبيرة صحيح مسئولية كبيرة أنك تهزل الوليدات في ترانس بورد ديهم وتجيبهم وانت يا أصلا دماغك مع الكرام و مع المعيشات. و مع ولادك لأنك تشد الفين درام في الشهر. الله على المدى من لا إلهي. للا له. و لا تقدم هناك نقطة. لن يكفي مدى سبعينين في المائة من المدينة. كيف يدرب القضية الثلاثين في المائة لأنهم يعمل هذا. و لكن سبحان الله. سبحان الله يا أشرف. كنين مقاولين. لتدارون مقاولات. بحالك شركات مقاوة لغا يدخل فيها فلوس وتقضع لقانون الربح والخسر. كينين شوحدين اخويا اشرفي لا سبحان الله عندهم واحد الالتزام اخلاقي رائع جدا. كينين كينين وتنعرفوهم. عندهم واحد الالتزام اخلاقي رائع تيقول لك علش نضيع دكسية تعرك تضرب تماري عنده ولدات علش نضيعو. ادي كلاري بفلسة ناساس ودي اللي صالير محترم ويحترم ويتعمل معهم زيان. سبحان الله تقول لك الدنيا فايتا. انا را غادي نموت وغادي نخلي كول شيات الشي. وغادي يقولوا لي جنازة راجل ولا جنازة امرأة. كينين. كينين. عظيم الى مسؤولية كبيرة عند عند شوفر ديال الترانشبوراتورة على. والله والله وتشوفي لا الى كي الى كي يعني. وكينما اقلت لك رائع ما تيجيش واحد لخز مارا. كينما ده في구나 اولا الدنيا يجيش على منطق الرازة لم ينارد. اذا مرهلة ويمكن مرهلة. لا الى الله ويمكن بشره ديال الى الله. اودي لا الى الله ويمكن بك اشفى الناس. الى مرهلة التي من حتى تكون تغييرتها. ويمانورة والسرفة عن الناس. انا نخدرها في السحية. اودي إلى جيل رحلهم ومعلي شاهدها. اودي لا الى الله محمد رسول الله يدير شي تول لي الخير وخي اوتي راكين يا راكين يدير السفرة يا راكين. اولا الدنيا لقد انتهت إلى المقارقة. صحيح أمسؤولية كبيرة. مسؤولية كبيرة ما هي لسانتين ما هي لسلطة صحيح صحيح ما عدرت لك سألاء البلوكرجي للطوبيلترا والله تشوفينها بعض المرة قد قصيح احنا مدافقا دينا عنا شوية ما لدينا شيء بزايا ولكن كالزرع بوحدها أخي أشرف الله يصوب شكرا 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 أشرف سائق مهني خدام في شيفور ديالترونسبورت سكولير وتوت يقدر على الصالير ألفين درهم ألف وثمانمية درهم كاللي توصل ألف وخمسمائة درهم كاللي ربما أكثر كاللي وصلت لتالف درهم حسب العقلية ديال هذك اللي ديال المشروع ديال إيكول بريفي وحسب العقلية ديال الناس اللي تديروا المقاولات إلى آخره كما قلت والله لكن الناس اللي يحترمون الأشخاص وتقدروهم وتقولوا تهذا عرقان وتكسب رزقه وهذا مش مشكل انتهى الله فيه انتهى الله فيه لأن هذا هو هذا هو الخلافة في الأرض هذه الخلافة في الأرض خلافة الله في الأرض يا هذي هو أنك تعامل مزيان هو أنك تحترم الآخر هو أنك توفي حقه ما تكون شي حقه إلى آخره أما في آخر المطاف كلنا إلى تراب في آخر المطاف هو قبر في آخر المطاف كلي واعي بهذه القضية في بعض المقاولين واعي بهذه القضية بأنه آخر مطافه بني انتا فيلا فيها ستين هيكتار وسكن فيها بنيها ولكن من لا تموت ما غاديش تفوت يا أخي ديك المسافة ديك المسافة ديك اللي قبر اللي معت مترو ولا أربعين سنتين في العرض ولا ما تفوت هاش ميمكنش وخطع طي الأوامر في الحياة ديالك أنك تدفن مع التفاش ما غاديش يدفنك مع التفاش غادي يدفنك في ديك المساحة الضيقة جدا سبحان الله حكمة الله في الأرض أننا نتساوى في الدفن كلنا في تراب وكلنا إلى التراب ونفس المساحة سبحان الله عايش في الهكتارات والشريكات وفي الخرم آلك إلى تراب كل واعي بهذه القديمة وواعي بهذه النتيجة وواعي بهذه الماصير الذي لا غنى عنه ماصير حتمي تابعك الموت وكأس وكل الناس يشاربه وتيتعامل مع الخدامة وتيحفظ لهم حقوقهم لأنه يعي جيدا بأنه رأى إن دامت لك أو إن دامت لغيرك ما وصلتك عبدالقادر من الناظر سعبدالقادر سعبدالقادر يا عبدالقادر من مدينة الناظر حتى عاد أنه يتواصل معنا مرة أخرى عبدالقادر من الناظر وتنتمنى وإحنا من خلال أشرف سائق ديالترونسبورت سكولير في البريفي وتنتمنى من سائق المهنيين اللي تخدموا بحلكون تنتمنى من كل فئات العريضة في المجتمع اللي تطعم أفواج جائعة لزاجونت سيكوريتي قال لي تكلمنا عنهم من قبل عمال نظافة مولين تاكسيات الشفورات تنتمنى أنهم تحفظوا حقوقهم تحفظوا كرامتهم عرفوا بأنهم عندهم موليدات وعرفوا عندهم أفواج جائعة تطعموها وعرفوا أن قدم حترمتهم وقدم كرمتهم وقدم وفتيهم حقهم عرف بأن ذلك يخلف لك لا نقاش وعرف بأن رأى الدعوات ترفع لك في قلبي وجو في الليل وهذا أروع مكا وأنك تتكون تناعس هذه رائعة جدا تيقو بي تتكون تناعس وواحد ولا جوج ولا عشرة ولا عشرين ولا ألف ما شاء الله ولا ألفين ولا تلتلاف ولا مليون هذا زيد ديها في جوف الليل كل شي نعس وهو نيد في جوف الليل يصلي للرحمن ويدعو للرحمن أن يحفظك واش كين شي خير أكتر من هذا كين شي خير أكتر من هذا أنك تكون ناعس وينوضو ناعس في جوف الليل ويدعو معاك انت ناعس ولا مع لبالك شو ما عارفش أكبر خير هو هذا وأصعب مكين أصعب مكين والله العظيم لا أصعب مكين في الأرض عارفش ما هو ما هو الحبس ما هو الفقر أصعب مكين في الأرض ما هو الحبس ما هو الفقر ما هو الجوع ما هو البرد ما هو الشتع ما هو الزلزال عارفش أصعب مكين في الأرض بين الناس ما هو والظلم فدعوة مظلومة ليس بينها وبين الله حجاب كيف مثلا نقول لك أجمل شيء هو تكون تناعس في دارك وواحد رفيق في جوه في الليل تدعمهاك في الجبل في شمينة قنائية في شبلاسة في كتلي مشكلة ولا تعملتي معامزين ولا قلتي لهاك كلمة طيبة وناطق لي انت ناعس انت في كازا وهو فعزرال وتدعمهاك الروع مكين وعجم المكين لا يقدروا بتمن وأصعب مكين وأنك تدلمشي واحد وتنساه تدلمتيه ونسيتيه ونعاس ونسيتيه نسيتيه قعب أنك تدلمتي فلان ولا فلان نسيتيه وهو ما نساش وتنض يوميا في جوف الليل وتدعالك تقو دعوة المطلوب سعيد من طنجة سي سعيد وعليكم السلام ورحمة الله الله يبرك فيك أخو يا سعيد الله يبرك فيك مرحبا نشدد الطالب ديالنا نحن معروفين ذا الحمد الله مرحبا تفضل رقم دم ميلاد خمسمية وعشين لأ الفعين نعم منذ تسعوذ وتصايد الف وتسعوذ وتصايد منذ الآن باقي ما كيتش حاجة وعدة رسائل رسمناه عشنو الطالب ديالك سعيد انا معرف سعيد لمكفوف عشنو الطالب ديالك لخصة ديالك نحن المعدونية قولينا شنو الطلب قول باش لقريبة 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 ايش نوه وش بغيتي لقريبة ولا عندك لقريبة وما عطوهاش لك شنو يعني دلوك تسبب فحل عادي يعني فحلي ما عندي شي دمان يعني دوسق يعني اللفر دياله كل شي ولك بعني مكينش الرقم دي كدا كل شي عندي ولكن فحلي مكين expensive داروا معاكل بحث الدار معاكل بحث الدار معاكل كل شي على اساس أنك تستافذ من قريبة أنت مكفوف مكفوف عفاك الله عندك ولدات سعيد أمعرف الحمد لله الله يخلي يوم لك الله يدير فيهم البركة إن شاء الله أنا مكن ناشد المسؤولين الكبار هم المحسنين جنة والشام أنا معرف في السوق الداخل معرف قدمت جامعة كبير ومع أمري ما طلبس ما كنس عن شي أحد السوق جامعة داخل لا جامعة كبير معرف ففطانجة جامعة كبير معرف ففطانجة تسمى كإنجليز مع الناس تسمى عندهم وخا دابنته سعيد دابنته سعيد هو أنه هذ قديت أنه داروا معاك الباحث وعلى أساس هذا هو الإشكال يسا خلقون سعيد سعيد عفاك هباش الناس يفهموا دابا داروا معاك الباحث للحصول على مأدونية واش قالوا لك رجاتك مأدونية خرجاتك مأدونية ولا شنا وزيدك واحد إضافة أنا ما جاتليش من هنا أنا جاتلي مرة بات عملوا لي طالب مرة بات وصيف طول وقالوا لي بشي في حالب لغداعي طول اعتوني الرقاب قالوا لي بشي الولايات بشي الولايات قالوا لي هل لي غتتعمل بدوك عملاب عيد باس كوميساريا القايد بولشي البولكية بولشي عملت جابيع البحث لطلبو أعطي تلوب قالوا لي بشي ألف وتسعمية وتسعود 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 إلى الآن إلى الآن واضح سعيد من مدينة طنجة شكرا جزيلا لك سعيد من مدينة طنجة أحدى الجامعة الكبيرة نعم 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 سعيد سعيد واضح شكرا جزيلا لك سعيد من مدينة طنجة لي تسكن هذا الجامع الكبير بمدينة طنجة هذا السويقة تمام مكفوف الله يعافيه الله يشافيه يعني ما تشوف شو عنده ثلاثة ديال البنيتات عفاه الله وشفاه وليسر أمره عندي بحل هذا السنف ديال الشيكايات كثيرة ديال أن الناس تدار معهم أبحاث على مسوى الآمن على مسوى الدائرة والمقاطعة والقايد والمقدام وتدار البحث على أساس أنه سيسافد من قريمة ولا تلبى لطالب دياله أنه يسافد من المأدونية والناس يكونوا بحل كمعاقين دوي احتياجات خاصة فتدار البحث تعيش على ذاك الأمل وفرحان بذاك الأمل وتدوز العملول وتدوز العمتان وتدوز العمتان وتدوز الرابع والخمس وما كناش المأدونية وما كنوالو وذيك الفرحات تنقالب إلى مأسات وأصلاً هما دوي الاحتياجات الخاصة أنا مليتاً تتكلم عن المأدونيات القريم فهي اقتصاد تضامني هي نوع من التضامن فالتضامن تيمشي اللي من يستحقه صاف تضامن خس اللي يستفد منه اللي يستحقه اللي هو مريض فقير معاق إلى آخر أرمال إلى آخر ناس اللي مجتمعياً في الحاضيض ناس اللي غدي يخرج ويسعى في الفروجات وحده بيبان جوامع ناس اللي غدي يكون غدوا لبعد غدى عرضاً للتشرد هدو اللي تنديروا معهم الاقتصاد التضامني وهدو اللي تلبوا طلباتهم بالحصول على مأذونية هذا منطق هذا منطق لأن لأن كنحالات مستعصية جداً والله سبحانه وتعالى اللي اللي يعلم بهم وبغوا مورد رزق والوعر هو هذا ومن اللي تدار البحث ومن اللي تدار البحث وتتعطى الأمل ويجهض الأمل بعد ذلك هذا هو الصعب مهم على أين سعيد من مدينة طنج أحد الجامعة الكبير يعيشوا نفس يتجرعوا نفس المرارة ناخد حسن من بن قرير السلام عليكم سي حسن سي حسن ألو حسن بن قرير حسن سعيد ناخد عزيز من شيشاوة سي عزيز السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله في الحسين حياك الله أخو يا عزيز مرحبا الله يسعى أخو يا حسين خلتين زيان ألو حسن الحمد لله الله يحبظك الله يكبر بك أخو يا حسين مرحبا شكاية أخو يا حسين تتعطيتها لي عشر وعشر وعشر نهار جوش عشر نعم مرحبا وعشر وضوطي وفي فاسمة زر شكاية بخصوص عشر وعشر قريبة شوية عشر وعشر عشر أحد عشر 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 يلا عندك تقريبا واحد ربعة شهور قريبة شوية أنا أخي عزيز سنتفهمك أنك حد شكاية 14 وابقى مدازج مثلا أنا تنتفهمك وتتقول علش مدازج والله العظيم إلى غد نقول لك إلا تنستقبر يوميا ما يقارب 30 شكاية يوميا فيها الباريد وفيها عبر مواقع التواصل الشمائي سواء برلمان شعب لطاش سواء في الواتساب إلى أخير أردت أن أقول لك 30 تخيل معي 30 شكاية يوميا من غير الشيكاية لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني إذا كتركم تخليل كترة الشيكايات لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يقدرنا يا أخي وخا عزيز نستغلوا أن نشد لك الخط قولينا ما هو الشيكاية قولها أذكر مشكلة الضوء ما زلنا ما زلنا تفكي لنا خارج ما زلنا ما زلنا مشكلة ما زلنا مشكلة ما زلنا مشكلة يحضر مشكلة لا يستطيعaya لكن قدرت معي ك دور ذعر أهلواث أهلواث لا اهلوات لا اهلوات علواش اه علواش ومن طبيعه دائرة مجاتة اقليق ششاوة دائرة مجاتة اقليق ششاوة ششاوة واش الدوار كله ما فيش دو لكني من نسبة عن جميع المزالين عندهم ومن الآخرين ما مزالين ما بغاش دو معهم كل نفاشة قدرت معك انا قدل جاو دو في الفيلاج ان تكون دو او باخدالب داخل انتشى الدوار انا قدرت لا يوجد دوار دو او انتشى معين كما انتشى دوار اه قدرت اعاط انتشى وانتشى درو احد اذا باخدال blooming انتي متاجزтра دعيص disponible وتقريباً في الموقع تكون ثلاثة ديور ثلاثة؟ ثلاثة ديور وخرين معليات الاخرين من تجاه الأخرى ومن ثلاثة ديور ستكون كبير عشرات ديور وهذا كان البعد؟ هو شاتات؟ لا لأنه كان شاتات بين شاتيين وشاتيين في المواقع ومهم تقريباً تقريباً 300-400 من شاتيين وشاتيين في المواقع وما هو الرئيسة؟ الرئيس مشيت عنده عنده ماشي اخترام ماشي مهم زالية واخا واخات قريبا راح من الفين وواحد. انا كانت جولي في الدوازه ما. من من الفين وواحد. من الفين وواحد اخو يا حسين. شو ما عيد. اه والله دياد النفس. عيد. من الفين وواحد عشرة ديال الديور ما عندهم مش ضوء من الفين وواحد. هم تيدفعوا في الطلاب. اه شو ما? الشي المؤخرة من ان انا ديك لقاء الشيكاية وعود عيض دي تلتا هدو القايد عوض عيض عني قال لي وعلنا وارحين كان شو كده واحنا وحده. هدا الرئيس ديال مجات. اه دا الرئيس ديال مجات واحد. اه. وصف خيب قادة الشاخ والحسين من الفين وواحد. احنا في فلولنا هاد شهر هاد خمستاشر يوم هاد الشي ما. واخا اذا من هنا الرسالة نرفعوا الرئيس ديال مجات بشيشة ودوار ايت علواش ثلاثة او ما يقارب عشر ديال ديور بلا دو. نقول فقط للرئيس ناس حسب ما يقول عزيز من الفين وحد تحطو لك طالب الشيكاية. يعني الفين وواحد الى الان را تماني سنوات تقريبا هذي. هذيك تمان سنين را را تمان سنين وباقي ما درتي لي وموالو را تقريبا جويليات ما كين والو را را مشكيل را مشكيل. تمان سنين انتي بل يا را تقلب فيها على الفلوس وتدير فيها شاركات وتقاتل فيها لان تمان سنين تلي صعاب عليك الدوز فيها كابليات ديال الدو. ناس راهيقوا مركز على قدو. على قدو. في ديك تمان سنين. وفي اقل. في خمس سنين. في ولاية. ناس قادوا مركز. مركز عارفين باش بالقودرون ديالو. بالضو ديالو اللي هو ولاد. بدار الطالبة. بالدار الولادة. بدار التقافة. بالراصيف. بالكل شي بالرومبوانات. بكل شي مركز على قدو. وتسالة في احسن يحل تنتكلم على مركز ابني وكيل. وتنتكلم على مركز ايتو قبليف ازيرال. ابني وكيل في الفقهي بن صالح ايتو قبليف ازيرال اللي مشينا شفناهم. تنتكلموا على السير وفي اقليم وارزازات اللي مشينا شفناهم. مشينا شفنا الناس اش دارو في ضرف واجيس خمس سنوات دارو العجب. تسع سنين باش دوز كابليات العباد الله يدخلو الدو. تسع سنين. وكهربت العالم القراوي دمن استراتيجية الدولة منذ 2007. على اي ان الله يصحب. انا ما اعرف. لا يصحب لا يصحب. دائرة مجرد. دوار ايت. علواش شيشة. وضو. مشكيل يلطة. كابليات ندوزهم ايها. انا عرف خاص فلوس وهذا. ولكن يجب ان يدع. ما عندك ما خاص فلوس خاص اعتمادات مالية خاص شركة. ما عندنا ما نديره. خاصك تدير. صافي سالات الهضرة. خاصك تدير. هذاك تدبير شعل ما حلمي. وانت مسؤول. وانت رئيس مؤسسة دستوريا. وانت اللي تقدمتي ببرنجة انتخابي. وانت اللي حملتي الريان ومشيتي تدور على الناس. اذا كون قدرها. حسن من آآ 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 آ� لهم مدرتهم. لقيت العمل. لقيت المسؤولية. لقيت المواطنة. لقيت الجدية. لقيت الإرادة الحق في الاشتغال من طرف المجلس الجماعي على رأسهم الرئيس. هذه الجماعة تبني في اقليم في قيم صارح. لدي الأوقف اللي بأزيلال. ولدي السيروى باقليمي ورزازات. أنا تقول هذا المجلس الجماعي علاش صوب بنسبة تسعين في المئة قريبا صوب المناطق دياله والجماعة دياله. علاش. يكلي دوينا معاة يقول لك الفلوس ماكينا شحوسين. أغلب يلي دوينا معاة الفلوس ماكينا شحوسين. لما عدنا منديرو لهم. هدو الناس. بن يوكير راكل فوقي للمركز ربعة ثلاثة المليار. مين جابوا ثلاثة المليار? مين باع باطو? مين جابوا? علاش هذا قد? وهذا ما قدش. غدا نلقاكم إن شاء الله. إلى اللقاء. شادا FM